مشاهدين أعاد تصريح رئيس الشبك الإسرائيلي رونان بار حول ما وصفه هو بإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أعاد التذكير بكثير من الانتهاكات أحدث تلك الهجمات الكبيرة كان هجوم المستوطنين على قرية جيتة شرقيق القيلية مساء الخميس الماضي حيث أطلقوا الرصاص الحي تجاه منازل الفلسطينيين وأضرموا النار في أربع منازل وست مركبات ما أدى إلى مقتل شاب فلسطيني ومن الهجمات المتكررة للمستوطنين أيضا حرق الأشجار المثمرة والحقول الزراعية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت إشعال المستوطنين 273 حريقا استهدفت أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم بعد السابع من أكتوبر الماضي وتركزت أيضا تلك الاستهدافات في نابلس ورامالة والبيرة وجنين والخليل كما يستخدم المستوطنون أيضا أسلوب تجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون تحت حماية الجيش الإسرائيلي كما يقول الفلسطينيون حيث جرفوا مؤخرا عشرات الدنومات واقتلعوا أكثر من مئة شجرة زيتون في أراضي قرية يسوف شرق مدينة سلفيت ومن الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون وأفلتوا من العقاب وفق التصريحات الأممية اختطافهم عام 2014 وإحراق الطفل محمد أبو خضير وكذلك عائلة دوابشة عام 2015 ووفق متابعين فإن هذه الهجمات تهدف للتهجير القصري وحصر الوجود الفلسطيني في كنتونات معزولة ومحاصرة اشتركوا في القناة